موسيقى للسنة الثالثة على التوالي جمعية لبلانيات الجامعيات عم بتنظم مباراة التعبير والإبداع هالمباراة بتقدم فرصة لتلميذ المدارس الخاصة والرسمية انه يعبروا عن مشكلة أو قضية عم نرجعها بمجتمعنا بطريقة فنية تفاصيل أكتر عن هالحدث مع جوفنا برحب برئيسة جمعية لبنانيات الجامعيات الدكتور إلهام كلاب أهلا وسهلا فيك دكتور وبرحب بستيز أنري مشاطة أهلا وسهلا فيك سيد مشاطة حضرتك استيز بمدرسة النظرات وكمان المسؤول عن هالمباراة بهالمدرسة اللي حصيت على جيزة تمييز قبل ما نحكي عن هالمباراة دكتور كلاب بدنا تعريف سريع عن جمعية لبنانيات الجامعيات أوشي بحب أشكركم لأنه دايما كل سنة عم تستقبلونا اللي بيصدد نتائج هالمباراة الجامعية اللي بتعملها هي اسم جمعية لبنانيات الجامعيات هي جمعية مرتبطة بجمعية كبيرة عالمية في العالم وهي تأسست بلبنان سنة 53 يعني من أعرق وأقدم الجامعيات اللي 53 السنة اللي أخذت فيها المرأة حقوقها الانتخابية بلبنان بلبنان أو عالميا؟ بلبنان بعد ندال طويلة يعني بعد مناضرة الاستقلال ثم مناضلة للانتخابات أساستها كانت رئيستها الأولى زوجته لرئيس شارل الحلو اللي كانت من أوائل المحاميات بلبنان وبهدك الوقت كان عدد الجامعيات كتير صغير كانوا يحاولوا ينشطوا البنات ويشجعون أنه لا يدخلوا على الجامعة اليوم بعد حاولي نصدقارن يعني بعد ندال كبير نعم صار في عدد الجامعيات بلبنان أكتر من عدد الجامعيين لسبب نصرف عملنا إلى التأسيس في المجالات المدارس الرسمية المدارس الثانوية أنه نحضر أذهان التلميذ لقضايا أساسية وطنية اجتماعية قيامية وبتأمن اختيارهم الأفضل لما يدخلوا على الجامعة للعلم وبعدين للعمل ليش بهمها الجامعية أن تقوم بمباراة مثل مباراة التعبير والإبداع؟ أول شي لأننا بالأصل تربويين أنه حسينا أنه أهم شيء بالتربية أنه تخلي التلميذ يعبر وتعطيه الحرية للإبداع إذا ما في حرية بالذهن ما في إمكانية إبداع مش نكسمينها تعبير وإبداع وصرنا كل سنة نعطي موضوع معين السنة الماضية كان عن العنف الأسري السنة كان عن قبول الاختلاف والحوار مع الآخر لأنه لاحظنا أنه بالوقت الحاضر بالواقع الحاضر لبناني والعربي كله أساس مشاكلنا هو العصبيات هو الانتماء العرقي الديني والطبقي اللي بيخلي أنه الناس تنظر للاختلاف بطريقة احتقارية حول للاختلاف لا خلاف للأسف هذا اللي نعم للعكس نحن بمجتمعنا فإذا المواضيع اللي بتختاروها هي دايما مواضيع جوهرية عم نواجهها بمجتمعنا حاليا نواجهها ومنأكد على التلميز أنه بياخدوا منواقعهم اللي بيعيشوا هني شو بدون يبنوا مسرحية أو غنية أو رأسة أو فيلم شو بتطلبوا من الطلاب شو هي الدعوة اللي بتقدموا منها نعم نحن ببداية السنة بنتوجه كتير مهم يكون في المدرسة عندها قبول وعندها انفتاح أنه تشغل التلميزة شي لا مدرسة هون كبيرا بترجع للأستاذ اللي بيكون هو متحمس ليقدر يعمل مجموعة من التلميز ومن خلال الموضوع يختاروا طريقة التعبير اللي هني والأسطوب اللي هو بينسبون أو بيقدروا يعطوا فيه نتيجة والمذهل أنه فيه إبداعية هائلة عندها التلميز شرط أنه تقنينية وتعطيها طرق للتعبير واضحة ومتينة يعني أحين مذهلين هني بالطريقة اللي بيعالجوا فيها المواضيع يعني أنتوا طرحتوا الموضوع على التلميز وتركتوا التعبير لألون بمختلف الأنواع الفيلم الموجودة نعم نعم مثلا هني بالمدرسة الناصرة نعم رح نحكي عن العمل اللي قدموا نعم نعم أستاذ مشاطة مدرسة النظرات تميزت هالسنة من خلال العمل اللي قدمتوه هذي أول سنة بتشاركوا به هالمبارد؟ أول سنة نعم أول سنة كيف تلقوا لتلميز هالخبر عن هالمبارد؟ تحمسوا على المشروع؟ طبعا في البداية تحمسوا أوه حماسك أنت هو اللي كان انتقل لألون هلأ هو انتقل لألون بس انتقل لكمية كبيرة رجعنا يعني من حوالي 30-35 شخص بلش يخف العدد لوصلنا على 6 لأنه الطلاب اللي اشتغلوا هن تلميز باكالوريا وهولي أشخاص عندهم ارتباطات امتحانات وتحضير وإلى آخره فمضل في عندي إلا ستة والوقت محدود كان طبعا يعني اشتغلوا 6 طلاب قاموا بالعمل اللي قدمتوه 6 أشخاص أبما نحكي عن تفاصيل لهالعمل الدعوة كانت مقدمة للتلميز مدارس الرسمية والخاصة مدارس رسمية ومدارس خاصة وقدر أقولك أنه الشي اللي تجلى منهم مثلا في مدارس الرسمية والخاصة كان عنا ببيروت وكان عنا برا يعني عنا مدرسة دهور الشوير مثلا اللي أجوا قدموا مسرحيتهم عملوا مسرحية رائعة صحيح حكيت عن الاختلاف الديني بطريقة تهكمية وسمتها العيش المشترك واعتبرت أنه كيف فيه ازدواجية بكلامنا نحن قدم الأخيرين عم نسمع أخباري كتير حلوة عن مدرسة دهور الشوير الرسمية عمل رائع فيه سنوية كمان عملت شغل كتير مهم ومبدع سنوية صبح المحمصاني عملت عمل اشترك فيه خمسين تلميذ وتلميذي سواء بالإضاءة بالتقنيات البصرية بالإخراج واشتغلوا على رؤية معاكسة للاختلاف العرقي يعني احنا غالبا في عنا نمازج أستيروتاك بذهننا أنه هالشعوب بتاعتي خدم هالشعوب بتاعتي سواءين أو غيره أخذوا قصة عملوها أنه سيدي بالمهجر استقبلت أمه اللي جاية من لبنان وأمه مرضت طلبت لحكيمي هي اللي دكتور ليزا وصلت دكتور ليزا طلعت دكتور ليزا سريلانكية وهون كان صدمة الأم كبيرة لأنه أداش نحن نعمل نمازج بزهننا وما منقبل أنه الناس يكونوا بالمواقع سبحان الله كيف ما منتقبلون عنا بالبنان ولكن بالخارج منتقبلهم بكل سهولة بس ما ننذكر المشاهدين بالموضوع هالسنة اللي هو الحوار مع الآخر وخبول الاختلاف نعم حاول هالموضوع تتأدى العمل نشغلوا على الاختلاف العرقي الاختلاف الديني الاختلاف المذهبي الاختلاف الطبقي وفي شيء كمان نحن أضفناه مع أنه هني ما بيقدروا يدخلوا بالمباراة مية بالمية في مدرسة للإعاقة السمعية البصرية والتواصل اجتماعي تمين قدموا عمل مدرسة الهادي طلبوا يقدموا عمل اختلاف آخر بين الناس اللي عندهم حاجات خاصة وناس العاديين بيكمان عندهم أدرات وطاقات قدموا عشر لوحات بحسب مفاهيمهم طبعا نيلوا نياههم على عشرة ماغ وتسلموها لولاد وعرفت من المدرسة أنه من أجمل الهدايا اللي حصوا عليها الماغ اللي عليه صورة اللوحة اللي هني عملوها دكتور كلاب بعرف أنه من بين كل اللي تقدموا اخترتوا عشر أعمال تميز زي جهزة تميز منهم أفضل عمل لتميزك استيز زمال شاطة خبرنا عنه هو فيلم قدمتوه حوالي عشر دقايق نعم هو الفيلم مقصوم لأسمان فيه بالبداية مثل مقدمة باللغة الفصحة ورديت بتحكي عن قصة الاختلاف كيف نحن عايشين بلبنان ببلد في تعدد في الطواقف ولكن مش دايما الاختلاف مقبول بمجتمعنا والقصة بتبلش بمكتب خدم حيث فيه خدمتين رجعوهم اتنين ستات وصاحب المكتب عم بيتمقطع فيهم ورجعت بعدين اجيت سيدي ردت له البنت التالتي وبيصير فيه طبعا كلام عن الخدم وكأنه اشياء جينة وسأجديدة عندك بضاعة احسن من هيك شيء احلى شيء اقصر شيء اطول وكأنه عم نتعاطل احنا ببضاعة ببضاعة مش بأشخاص طبعا هلا الفيلم ينتهي بمساج بالاخير انه نحن حل قصة الاختلاف جدا سهل هو ان نعامل كما نحب ان نعامل بكل بساطة وبكل سهولة هل عمل استيزة مشاطة تميز على كل المستويات يعني تقدم بشكل محترف جدا التلميذ هين اشتغلوا هل فين بكل تفاصيله حتى الموسيقى والاغاني نعم الطلاب هنن بالواقع لانه الموضوع هنن على تماث مباشر معه يعني كلهم عندهم ببيوتهم بنات بيساعدوهم عاملات فلذلك طلبت من كل اللي عم بيشتغلوا معي يعني كلهم اشتغلوا من وراء تجربة خاصة يكبولي من وراء تجربة خاصة ورجعنا بعدين جمعنا كل هالأفكار وحبينا كمان لحتى يزيد التنوع بالعمل الفني انه يكون فيه كلام اغنية على لسان فتاة تعاني عاملة اجنبية تعاني نعم دكتور كلاب تم توزيع الجويز المادي والمعنوية باليونسكو باليونسكو نعم ولكن بحب الفوت نظر على مدرسة العزرية بماريوسف زوء اللي عملت عن الاختلاف العرقي ولكن اللون أيضا وعملت مثل دراسة عن إسهام الإنسان الأبيض والإنسان الأسود بخير الإنساني ومدرسة بتوراتيج اللي اجتنا من بتوراتيج من الكورة اللي عملت مسرحية رائعة أخذت دار عجزي وكل شيخ وكل ختيار عم يتذكر أي مواقف كان فيها تعرض لعصبية أو لتحقير وكيف أنه أي تحقير بيحصل لألنا ينطبع حتى إلى الأبات حتى الشيخوخة في مدرسة عملت أغاني مثل مدرسة روني معواد عملت كمان مسرحية مدرسة شاكيب إرسلان عملت رسوم في عنا مدرسة الأنطونيات بعبدة كان عن الاختلاف الديني وعملت أخذت نمازج من الحياة اليومية اللي منلتقي فيها بالعمل أو بالشارع مدرسة شاكيب إرسلان قلت أنه عملت رسوم خاصة كل أنواع الاختلاف حتى اختلاف بين الجميلة وغير الجميلة كل أنواع الفنون حتى يعبدوا عن هالأطيئة والمهم أنه هايدي شهادة التلميذ هني بإيدهم وبيفكرهم أنه هني كيف بيرفضوا التعصب كيف بيرفضوا أي نوع من اختلاف احتقاري للأخيين شكرا لإلك دكتور كلابن هنيكن على هالمبادرة اللي مش بس عم بتشجع الفنون إنما كمان عم بتوعي هالجيل الجديد حول هالأضايا اللي لازم هني بنهاية يحمل مسؤولية التغيير فيها أهلا وسهلا فيك أستاذ زمال شاطة بقدم لك دعوة أنت وتلميذك حتى تتفضلوا لعنا وتجيبونا الفيلم معكم حتى نشوفوا نحكي بالتفصيل كيف تم تنهيزه أهلا وسهلا فيكم شكرا وقف مشاهدينا ونرجع لحالتنا